أكفت حالة في كثير من الناس هذه الحالة موجودة عندهم استعجال هذا الاستعجال حقيقة هو قرين مقرون حالة الاضطراب هذا نتيجة الاضطراب لذا تشوفون هذول اللي عندهم مشكلة أعصبية ما تقدر تحكي وياه يقول يلا احكي قول قول شنو هذه الحالة نتيجة حالة الاضطراب بس مشكلة تدريون فهذا مشكلة كبيرة أنه كلنا مبتلين بهذا الاضطراب فلذا أمير الممع عليه الصلاة والسلام يقول رواية جدا جميلة يقول مقاربة هذا نص كلام لهج البلاغة مقاربة الناس في أخلاقهم أمن من غوائلهم يعني إذا تريد لا تتورطوا يا غوائل الناس ابنك أخوك صديقك ليس ولك مشكلة غائلة لا تتورط حاول تكون على طريقته وعلى سجيته وعلى طبيعته فهو إذا مستعجل أنت لا تأخذ راحتك روح الطق لا تأخذ راحتك بالنتيجة البشر كلهم مستعجلين قلت أن هذه الحالة هذه يتعرض لها كل البشر فكلهم مضطربين أنت لا تحجي على كيفك يحجي على كل حال مقاربة الناس في أخلاقهم هذا نص كلام أمير المؤمنين شوف أخلاقه طوره أطواره شلون هو مستعجل فأنت لا تأخذ راحته هذا راح يموت قهر من طريقة حديثة كده أو من طريقة شرحك اقتصر خاصة عالم اليوم الآن عالم كله بالسرعة السرعة الآن يقولون أهم من الجودة مو مو أن البيتزة توصل لك أسرع أحسن مما توصل لك مثلا أجود مو مو هذا الشكل معروف إذا مثلا صار تزاحم بين السرعة والجودة يقولون عالم اليوم عالم السرعة بعد في عالم اليوم الناس ما عندهم خلق هم أساسا مريضين الإنسان هو أساس مريض عالم اليوم زادنا مرضا عالم السرعة كل شي بسرعة شوية الإنترنت يصير بطيء إنسان أعصابه تتوتر شايفين؟ لما نريدك شا اسمه نحن نروح بعض وقات في بعض البلاد فهناك مثلا أيام شهر رمضان مثلا نتعود بعدين نيجي هنا نكاد نشق ياختنا من بطء الإنترنت مثلا عالم عودنا على السرعة عالم السرعة تحكم على كل شي فهي أساسا الإنسان هو مريض أساسا فكيف أنه متعود فإذا تريد تتجنب غواء للناس لازم تتخلق بأخلاقهم لازم تتصرف بكيفيات تصرفاتهم فشنو؟ فهذه كارثة فالإنسان أساسا لا يتنعم بهذه النعمة إذا هم تنعم على هذه النعمة يجب أن يتصرف شنو؟ بخلاف هذه النعمة ها الإنسان الكامل منه هو الذي يحتفظ بالهدوء والسمت صحيح؟ ويتجنب العجلة ولكن عندما هو في داخله يعني أساسا هو إنسان لما يفكر يفكر بهدوء لما يخطط يخطط بهدوء لما يريد يبدأ يسلك يباشر تنفيذ خريطة يباشرها بخطوة خطوة وبكل أريحية ولكن عندما يكون هناك طرف آخر لازم تراعي مشاعره شوفوا هذه قضية شوية دقيقة راعي مشاعره فشنو؟ اتصرف بكيفية اللي أنت ما تعجبك ومو من شأنك ليش؟ من أجل مراعاة الناس بعد هاي مداراة الناس بعد فالإنسان يجب أن شنو؟ يحمل في داخله متناقضان متناقضين أمرين متناقضين في ذاته إنسان هادئ جداً أريحي بكل على كل حال راحت بال ولكن عندما يتعاطى مع الناس يتعاطى بحيوية وحماس وزرعة وعجلة ما يخالف؟ هاي مدارات الناس من مات مدارياً؟ ما تشهيدة الناس كلهم في الشكل يحبون فلذا لا تقول شنو تفاصيل التصدي للتفاصيل التركيز على التفاصيل يخنق الناس فلذا الأفضل أن تتجنبها نعم أنت عندما تفكر عندما تخطط عندما تمارس حاول تكون منتبه لكل التفاصيل بس لما تريد تتحدث لا تركز على التفاصيل كارثة لأن الناس يموتون قهار عرفتو؟ ترجمة نانسي قنقر